كشف رئيس وزراء حكومة أقليم كردستان مسرور برزاني عن إفشال مخطط كان يهدف إلى تقويض كيان أقليم كردستان الدستوري من خلال صرف الرواتب مباشرة على المحافظات دون الرجوع إلى حكومة الأقليم جاء ذلك في كلمة الله على هامش حفل افتتاح مركز إيغل بوست المتخصص في شؤون البريد والتوصيل في مدينة أربيل وتقدم مسرور برزاني في كلمته بالشكر لمتقاضي الرواتب في كردستان الذين صبروا وساندوا وصمدوا أمام المؤامرة التي حاولت بعض الأطراف من خلالها إضعاف كيان الأقليم مؤكدا أنه على تواصل مستمر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني وأنه تم التوصل إلى المرحلة النهائية في حل مسألة الرواتب والموازنة بالشكل الجذري